عموما انتهاكات نظام السيسي في 2019 تنضم لسجل كبير قوي من الانتهاكات اللي بدأت مع الانقلاب العسكري وربما حتى من قبل الانقلاب العسكري ودولة مبارك لها انتهاكات بس انا بتكلم عن نظام بعينه تعالوا نشوف مع بعض ونقرأ انتهاكات نظام السيسي في 2019 واثرها على المجتمع علشان نعرف ان اللي احنا بنشوفه ده هو تعبير عن الحاصل هو تعبير عن الانتهاكات اللي بتحصل من النظام شاهد على استمرار انتهاكات نظام السيسي 2019 كبقية السنين من بعد الانقلاب شاهد عام 2019 مزيد من نزيف الدماء التي قريقت طارة بسبب الاساليب قمع مختلفة وطارة بسبب الاهمال طبقا لاحصائية اصدرتها صفحة نحن نسجل المعنية بتوصيق شهادات او الانتهاكات قالت انه تم رصد 586 حالة اتل خارج اطار القانون قبل نهاية 2019 واشرت الصفحة الى قيام القوات المسلحة المصرية بتصفية اكتر من 272 مواطن تصفية ميدانية بدعوة حدوث اشتباكات مسلحة وقامت قوات الامن بقتل 45 مواطن في سيناء بينهم اطفال ونساء واصابت 44 اخرين نتيجة عمليات استهداف الاحياء السكنية اللي حصلت في شبه جزيرة سيناء او تحديدا شمال سيناء 144 مواطن قامت وزارة الداخلية بتصفيتهم تصفية مباشرة بعد القبض عليهم بعد ما بيقبضوا عليهم بيقتلوهم بشكل مباشر او ممكن يكونوا اتعرضوا لجريمة اخفاء قصري وبعد فترة بيتم الاعلان عن مقتلهم وبالعادة بيقولوا تبادل اطلاقنا بالاضافة الى 18 حالة اعدام في 2019 اما فيما يخص حالات الاهمال الطبي المتعمد داخل السجون فقد قضى 31 معتقل سياسي كانوا يواجهون ظروف معيشية قاسية داخل السجون من سوء معاملة وتعذيب وحرمان من العلاج وانعدام معايير الصحة والسلامة في 2019 تم اعتقال اكتر من خمس سلاف مواطن بتهم وهي اغلبها كانت التهمة المعروفة والمشهورة جدا الانضمام لجماعة محزورة ومحاولة قلب نظام الحكم ده بالنسبة ل 2019 والمقاسي اللي شاهدها المصريين في هذا الشهر اه او في هذا العام